اشتركوا في القناة نقصد فيها الكاباسيتر وكما هو معلوم أحبتي عندما نتكلم عن الكاباسيتر فإننا نقصد فيها نقصد أنه كيف يمكن لنا أن نوسع مجال الشحن يعني فكرة فكرة الكاباسيتر يعني الترجمات بعض الكثة المواسعات أنا أعتقد أن الفكرة الصواب هي فكرة المواسعة المكثفة هي تكثيف الشحن في النقطة كيف يمكن لنا أن نكثف الشحنات في نقطة واسعة لكن أعتقد أن الترجمة الصحيحة هي عندي هي المواسعة لأنها تعتمد على فكرة توسعة زيادة الطول أو العرض حتى يعطيني هنا سأصبغ اللون حتى تعطيني المساحة الأرية يؤدي إلى زيادة في مقدار الشحن يعني هنا أحبب أن أتكلم عن هذه الجزئية على هذه الصورة على هذه الصورة يكون أنا هنا عندي نفرض أنه عندي موجب هنا عندي سارب إذن هنا عندي سامنة بأجل الموجب هنا ونفرض أنه سأضحها بأن نقطة الزرقاء هنا في السالب على هذه الحكاية وعلي منكم من أخذها في المدرسة الثانوية وجد أن أنه سي رمز المواسع سي كباسة رمز المواسع هو عطام عن كيو كيو مقسومة على الفي لاحظ هنا نقول أنا سأكتب هنا المواسعة هنا سأكتب الشحنات ونفرض أنه سأكتب أجل على هذه الصورة إذن يأخذ مني هذا الشكل كباسة كيو أوفر طيب وحدة الكيو أي وحدة الشحنة هي عبارة عن سي كولوم الفولت وحدة فولت كولوم بير فولت كولوم بير فولت أو كولوم بير فولت نسمى بكباسيتر نسمى بوحدة F ووحدة العلمية ما يعرف بير فارد والكباسيتر من الأجهزة المعروفة في عملية تخزين الطاقة أو تخزين الشحنات دعنا نقول تخزين الطاقة الكهربائية أو تخزين الشحنات كثير منكم تعلم معي على هذا النظام لاحظ هذه عندي هنا عندي هنا كباسيتر كما هو واضح عندي ما هو الموصول إلى بطارية كما نرى هنا لاحظ لو أنا وصلت بطارية على هذا الصفر لو أنا وصلت لاحظ امتلأ هنا بالموجة تلقى هنا في السارب لاحظ يبلد دائما أمتلأ هنا أو مجال كرم موجب إلى السارب لاحظ هنا لاحظ أنا لو هنا وضعت بهذه الصورة أنا أقول حتى يراها المتعلم 30 مايكروفارد لاحظ لو أنا هنا لاحظ لو أنا كبرت المسافة زاد عندي 52% بيكروفارد فكلما أزدنا المساحة أصبحت عندي أكبر نفس الكلام لاحظ هنا لو أنا أردت أن قلل المسافة أيضا زاد كبرت المسافة قلت إذن على الطالب أن يعي هذه النقاط في هذه العملية إذن لو أنا وضعت لاحظ لو أنا فصلت عن الدار لا يوجد مصدر مغذي هنا عندي بقياس الجهد ها هو 1.2 وصلت الآن لاحظ بهذه الصورة وقعت عندي هنا 1.2 واحد هذه عندي هنا المواسعة لاحظ هنا أنا عب تسعب بها أقصى ما يكون أنا هنا قصرت المسافة لأن قصرت المسافة زادة المواسعة كبرت المساحة أيضا زادة المواسعة 1.2 لاحظ أنا لو فصلت المواسعة كيف فصلت بهذه الصورة بقي احتفظ بها الشحنة واحتفظ بها الطاقة وصلت إلى دار الكهربائي بدون البطارية لاحظ وصلت إلى هنا واحد فأعط طاقة ولاحظ إلى شكل الشحنة كيف أنها تنفد أو أنها تنتهي تدريجيا بهذه الصورة إذن هو جهاز تخزين للطاقة الكباستر جهاز مميز لتخزين الطاقة المواسعة وقلت مفضل أن نستخدم كلمة المواسعة على استخدام كلمة المكثفة أن التكثيف لاحظ تلقيا تكثيف يتنت بالشحنة لكنه في عين الشحنة تأتي من خلال التوسعة في المساحة الغالب أو في المسافة هذه هي الفكرة لاحظ لو شحن نورة أخرى أنا سأضع هذه هنا سأتمنى عليك أن تواقض معي الآن نحاول أن نفهم ما الذي يجب هنا أنه هنا وضعت الآن لاحظ أخذ الشحنة هل عندي هنا قراء نحن هنا نحن 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 هنا إذن هي حبارة عن 1 و نصف القراءة بين البطارية نفس قراءة البطارية خزنت الجهد بالكامل الآن نضعها هنا وضعنا الصفر لو وضعنا هنا انظر هنا ينتهي تدرجي 1 ينتقل بالكامل ليستهلك في هذا المصباح إذن هذا كله أخذناه في المدرسة أنا حظة مراجعة لعجالة دعونا الآن نحاول أن نعود إلى هنا هذه عندي الآن ثلث المكثفات نقول إذن القانون كما قلنا أن C في عملية الصناعة تساوي السمحية المكثفة أبسلون مضروبة في A مقسومة على D A قلنا بأن المساحة D المسافة بين القالبين D أبسلون الخاص بمادة العزل تكون بهذه الصورة تأخذ غالبا تأخذ الشكل الذي عندما تكرر عن المواسع غالبا تأخذ إما هذا الشكل عن مدى وتوازيهان معنا أنه Capacitor وإما عندي هذا الشكل هذا شكل أن Polarize Content هو عبارة عن عنصر مستقطب وهو فقط يصلح في Direct Current في DC إذا كان عندي بهذا شكل لكن هي مواسع حسبيا تبقى على نفس الجملة طيب ردنا أن نستمر نقول بأن صادح هنا وأن C تساوي Q على V لو ضربنا تبادليا لنحل الشحنة ستجد أن الشحنة تساوي CV تساوي Q لهذه الصورة ردنا الآن نحاول أن ندخل عملية Q يعني دعونا نقول الشحنة لو قلنا أن التيار I يساوي DQ ما نذكر لكم أول درس أول مدر DQ على DT إذن أردنا أن نقول أنه عندي D على DT وهنا D على DT نعرف نحن قيمة التيار ونحاول قدر الإمكان هنا أن نعرف ما الذي يحدث لاحظ غالبا كما رأينا أن المواسعة ثابتة فالكون عندي سأكتب هنا في الأسفل C DV على DT يساوي DQ على DT إذن هذه 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 ترجمة هذه الجملة المواسعة معدل تغير الشحنة بالنسبة الجهد بالنسبة للزمن وسأهو معدل تغير الشحنة بالنسبة للزمن لو أردنا أن نحلها أعمق الآن هنا الآن نبدأ بهذا الطرف إذن تسمع عندي I التيار يساوي المواسعة وضروبة فيه وأدل تغير الجهد بالنسبة للزمن يعني DQ على DT هو نفس هو نفس التيار ملاحظ من هذه العلاقة بأن الكاباسيتر يعبر عن عنصر خطي دينيور نستطيع أن نتعامل معه بسهولة يصر في هذا الإطار طيب لو أردنا مثلا هنا أن نحاول أنا عندي هذه عندي مواسعة 3 ملي متر 3 ملي متر يعني المساثة بينهما 2 ملي متر وقلت أني ودت أن أحصل أردت أن أحصل على مواسعة ونقضاها 20 بي كفارد عندي مواسعة ونقضاها بي كفارد أعرف أن الأبسلون الفراق يساوي 8 وصل 85 ضرب 10 سالب 12 أو بي كفارد على هذه الصورة طيب طلب ألي أن أجد الأبسلون الخاص في الزجاج أو في المادة أنا أردت يعني ما هي المادة التي سأستخدمها بغض أن أظل ما هي المادة طيب هنا مباشرة أخذ وهنا حالا أجد المساحة سأضحها هنا 3 ملي متر 003 3 ملي متر تربيع لأجد المساحة الطلب عرض 3 ملي متر على 2 ملي متر مضروبة الأبسلون لاحظ هنا أو أقول أن السماحية هي عبارة عن السماحية العادية ضرب سماحية الفراغ يعني نحن عندنا الآن السماحية إن آر لا نعرف سماحية الفراغ هي عبارة عن 8 وصل 85 في كوفارات لو ضربت هذا الكلام في بعض أعزيز المتعلم وحتى تحصر على هذا الكلام ستجد أنه عندك الآن خمس عفوا تجد أنه عندك الآن يساوي 3 فاصلة 98 ضرب 10 أسالة و14 فرد هذه لابد أن تساوي الآن كان واسع المرغوبة هي 20 فرد إذن هذه مضروبة فيه نسبية مضروبة 20 بيكو أو 20 دعنا نقل 10 والسالب 12 فرد لو حالة الآن البيبسلون R سأجد السماحية البرميب عبارة حوالي 508 على هذه الصواة إن كان هذا سؤال الأول نقل لعدة أسئلة وعلى عجالة لو كان أنا عندي الآن أخذ سؤال آخر قال لي أنا عندي مساحة مساحة تساوي 60 ملي متر مربع عندي المسافة المسافة بينهما المسافة بينهما تساوي 2 ملي متر مربع وقال وقال لي أن إبسلون ونعطاني إبسلون مباشرة هو عبارة عن 8 نانو فارد أو 8 14 سارب 9 فارد لكل متر قال لي أنه الشحنة التي تجمعت عليه تساوي 3 نانو سكن فكم سيكون الجهد إذن دعونا نحاول أن نتصورها أو نحاول أن نرسمها حتى نستطيع أن نحلها بسهولة ويسر دعونا هنا حاول أن نتصورها يقول لي بأنه أنا عندي الآن المساحة عندي هنا 60 ملي المسافة 3 ملي تجمعت شحنة عدد شحنات عفوا 3 نانو قولم وإذا وضعت السياحة 3 نانو قولم يعني عندي كم الجود أقول هنا مباشرة سيد ساوي أبسلون أريا على استنز أبسلون 8 14 أسالة 9 المساحة 60 ملي على 2 طبعا ملي ملي يعني ملي يعني 30 ملي متر 30 يعني صغر فاصل 3 هنا نوع 30 سور فاصل 3 متر ضرب 8 ضرب 10 وسال 9 8 ضرب 22 فاصل 4 14 وسال 9 فارد وطلب مني ماذا طالب مني الجهد هو فعليا طالب مني الجهد أتذكر أتذكر المسألة من منكم يذكر فيها يقول أن C تساوي Q على V إذن أبدل V تساوي Q على C إذن 3 بار 19 على 2 فاصل 4 بار 10 لا هنا هذا هذا حولة 30 ملي متر 0.003 إذن هذا سيكون عندي 2 ضرب 10 أو 10 لو وضعنا نهاية صح إذن سيصبح عندي تقريبا أو كأنك تقول 32 ضرب 4 سيصبح عندي الجهد هنا لو يحل الجهد كما طالب مني السؤال V تساوي 12 ونصف وولت ينتبه وهنا 30 ملي متر قد أنتبه 00 0 3 30 ملي متر هنا عفوان بهذا يوص ورح التس وعنده الجواب صح أنزل 1 و 0 3 كما قد أضح سؤال آخر أيضا على عجال لو قال لي عندي أيضا مرة أخرى عندي مواسعة 6 متر 5 متر تفصل بينهما مقدار 30 سنتيم متر فضرب إليه أيضا أن أجد الموازعة هنا يعني هنا الوسط كان فراغ إذا أقض هنا نتبه إلى الوحدة أقول أن المساحة 6 ضرب 5 ساول 30 متر هذا 30 سنتيم إذن سيكون على 0 فاصلة 0 فاصلة 3 عفوان 30 تقس 0 فاصلة 3 ساول 100 إذن هنا نحن وجدنا A على D A على D ساوي 100 إذن مباشر نقول 100 طبعا أقلي نفرض أنها ليست فراغ أقلي أنها الزجاج 4 فاصلة 7 100 ضرب إذن الابسلون ستساوي 8 فاصلة 85 ضرب 10 عسل 12 ضرب 4 فاصلة 7 4 ضرب 100 هذه 100 هنا لا ضرب تعزيز المتعلم أنتم الآن 4 7 ضرب 8 85 40 40 والساوي 10 200 ضرب 02 14 والساوي 10 سيعطيني بأنه 4 تقريبا 4.15 نانو فارج كيف سألك سؤال كيف تقترح أن نزيد من قيمة المواسع مثلا تقول النزيد من الأبعاد تقول هذه المتعلم 6 6 6 سنزيد من قيمة الشحن نقلس المسافة بينهما مدل 30 سنتي 27 سنتي أو 10 سنتي هذا كله يزيد من المواسع لو طالب منك العكس تقلل من المساحة أو تزيد من المسافة بين الخطين أرجو بالنهاية نكون التسجيل قد أفادكم لا تبخر علي بعمل اشتراك في القناة كتابة التعليقات طرح الأسئلة مرة أخرى أشكر لكم حسنا استماعكم سلام الله ورحمة وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قليلا ورحمة وبركاته اشتركوا في القناة